في كتاب حياة الحيوان الكبرى أورد الدميري بأن قبيلة مزينة قد أسرت والد حسان بن ثابت شاعر النبي عليه الصلاة والسلام فغضبوا قومهم كيف أنهم يأسروا الجماعة الثانيين فطلبوا فداء له تيسا تيس فغضبوا قال لا لا تعطوهم إياه ثم بعد ذلك قوموا يعني أعطوه بادلوا بالتيس وأرجعوا إليه فصار لقبا له وعيبا له هذه الفكاهة اللي كانت موجودة عند العرب كانت تستهزئ بالناس وكانت تقل من قدر الناس أتى الإسلام فرتبها ونظمها ووضعها في إطارها الصحيح وفي موضينها الصحيح حتى كان الصحابة ظل عليهم يسفسروا من نبي عليه الصلاة والسلام بأنك أنت تمازحنا تضاحكنا فأخبرهم ولكني لا أقول إلا حقا نهى عن غيبة الناس عن نميمة الناس وكان يقول وكان يمزح عليه الصلاة والسلام ويقول حقا عليه الصلاة والسلام من المواقف بأنه مثلا الصحابة كانوا يتبادحون فيما بينه بالبطيخ مثلا فإذا جاء الحقك رأيتهم هؤلاء هم الرجال الرجال النعيمان بن عمر الأنصاري كان كلما قدم إلى المدينة المنورة رأى شيئا جديد إشي هيك ذي مرتب أجه أخذوا وأهداء النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي صاحب ذلك الحاجة يطالب النبي عليه الصلاة والسلام بثمن ما أخذ النعيمان فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ليش تعمل هيك؟ ماذا ينعيمان؟ فأخبروا بأنه أنا بحب أني دائما أريد أن أهديك رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام يضحك ويدفع ثمن الهدية لأهداه إياها النعيمان الأنصاري لما كانت الأموية كان الأمويين أيضا كان في نوع من الفكاهة ونوع من المزاح وكان ذلك أمر موجود عند تقيبا كل طبقات المجتمع الساسة وغيرهم ففي عهدهم حكى ابن عبد ربه في العقد الفريد أنه اختصم إلى والي العراق زياد ابن أبيه بنوا راسب وبنوا طفاوة في غلام ادعوا وكانوا في السابق مسألة بيع الغلمان واردة فيجتمعوا الجميع عند زياد ابن أبيه والي العراق هدولة بيحكوا بني طفاوة بيحكوا أن هذا الغلام لهم وبنوا راسب بيدعوا بأن هذا الغلام لهم لما حضروا جميعا قال سعد الرابي من بني عمر بن يربوع أصلح الله الأمير قد تبين لي في هذا الغلام القضاء وقد شهدتوا البينة لبني راسب والطفاوة فوليني الحكمة فيهم أنا بدي أحكم الآن بدي أحكم ما بينهم الغلام لمن قال أريه ذلك يلا كيف بدك تحكم بينهم كلهم بتدعي بأن الغلام لإله قال بأنه نرمي هذا الغلام في البحر إذا طفا فهو لبني طفاوة إن غرق فهو لبني إيش؟ لبني راسب لأنه ما ما سبحش رحت عليه مات يعني فضحك زياد رغم ما يتصبه من شدة ومهابة ولكن يعني قال يعني ألم أنهك أنه عن المزاح في مجلسي قال أصلح الله الأمير حضرني أمر فخفته أن أنساه فحكيت هذه النقطة في هذا المجلس كذلك ذكر في العقد الفريد الإمام الفقيه المحدث الإمام الشعبي إمام الشعبي هو فقيه محدث كان يستخدم أسلوب التغافل الفكه وعرف بأنه كان دائما أبدا يمزح وكان كثير السخرية من الحمقة مثلا دخل رجل أحمق إلى الشعبي وهو جالس مع امرأتي في بيته فقال أيكم الشعبي؟ من أنتو؟ فعلى السريع الشعبي قال له هذه وأشار إلى زوجته فقال له ما قولك ما تقول صحك الله في رجل شتمني أول يوم في رمضان هل يؤجر؟ قال له إذا قال لك يا أحمق يؤجر الرجل وسئل مرة ثانية قال له رجل أخر كيف تسمى امرأة إبليس؟ فقال هذا نكاح لم نشهد حتى في مسألة المزاح والفكاه كان في خيط رفيع قوام الأدب وقوام الكلمة الطيبة والكلمة الطيبة الصدقة وعدم الحط من قدر الآخرين كيف لا؟ ونبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا إدخالك السرور إلى قلب أخيك هذا يعني تكتب لك به صدقة عند الله سبحانه وتعالى وكما قال عليه الصلاة والسلام من أفضل قربات إلى الله سرور تدخله على قلب امرئ مسلم ترجمة نانسي قنقر